مرحبا يعطيكم ألف عافية يا أهلا وسهلا فيكن أعزائي المتابعين بقناتي وبتمنى إذا كنتوا لأول مرة عم تحضروني تشتركوا بالقناة مع تفعيل الجرس لتوصلكم آخر الفيديوهات ولا تنسوا لايك وتعليق لدعم الفيديو فيديو اليوم هو طريقة عمل مكدوس البانجان طريقة مضمونة وناجحة وإن شاء الله رح تعجبكم عندي هون 4 كيلو بانجان أول شي بدي شيل قمع البانجان اللي هو جزل أخضر بدي شيلو كله تماما في عالم بيشيلو القمع بعد السلق بس أنا رح شيلو قبل السلق حسب كل واحد اللي تدربته ولو طريقته طبعا متل ما لكن شايفين كيف عم شيل قمع البانجان بدي أخذ وحدة تانية ترجمة نانسي قنقر بعد ما شلت قمع البانجان مثل ما لكن شايفين الخطوة التانية هي بدي أعمل شق بالبانجان فتحة هاي الفتحة مشان نحط فيها ملح طبعا في عالم بيعملوا الفتحة بعد السلق بس أنا رح عامله قبل السلق بنعمل شق بالبانجان بنفتح فتحة أنا هون خلصت كل البانجان متل ما لكن شايفين هلا مرحلة السلق مرحلة السلق هي عندي طنجرة فيها ماء بنحط البانجان فيه بنحط عليه تقلة طبعا شاين نغمر البانجان كله بالماء وينسلق ومنعيفه على النار نصف ساعة بعدين منطلع عليه إذا ستوا طبعا ما لازم ينسلق معنا كتير مشان ما ينهلط معنا أنا عندي هون هلا بعض نصف ساعة نسلق البانجان بدي أسحبه على مصفية متل ما يكن شايفين ما لهم مسلوق كتير نستنى تقريبا شي ربع ساعة لحتى يبرد حتى نحشي بقلبه ملح ما لازم يكون سخن طبعا شاين ما نحرق ايدنا نستنى تقريبا شي ربع ساعة لحتى يبرد نستنى تقريبا شي ربع ساعة انا عندي هون هلا المرحلة البعدة بدي أحشي بقلبه ملح طبعا الملح لازم يكون ملح صخري ملح جبولي محل الشق اللي فتحته بالبانجاني بدي أحشي بقلبه ملح طبعا لكل بانجاني عندي بدي أحط بقلبه معلقة صغيرة ملح مثل ما لكم شايفين انا حطيت هون معلقة صغيرة ملح بكل وحدة بانجاني وبحطه على المصفية رح أحشي واحدة تانية ملح طبعا معلقة صغيرة ما لازم تكون كبيرة بكيش ما يملح معنا راح أحشي كلاياتا راح أحشيهم ملح وطبعا بين الطبقة والطبقة لازم نحط رشة ملح طبعا كمان نحط رشة ملح الملح بيساعد على امتصاص المي جوات البنجان هو اللي بيخلي البنجان يفرغ من المي انا راح أكمل حشي ملح لست هوني حطيت بقلب البنجان كله ملح حشيته ملح وحطيته بقلب مصفي وطبعا لازم نحط تحته طنجرة كمان عشان هاي المي كلها تنزل عالطنجرة وبدي يغطي البنجان بقطع تقماش بيضه بتساعد كما على انتصاص المي من البنجان وبحط عليه صحن وبحط عليه تقلي راح فرجيكو انا حطيت عليه تقلي عشان قدر الامكان نضغط عليه كلما ضغطنا على البنجان اكتر جنز الميته اكتر لازم يكون نشف تماما من المي بس اللي بفضل انه انه هاي التقلي خفيفة انا حطيت بعدين حطيت أنينة مي كبيرة في منهم بحطوا جرة غاسي بنحطوا أنينة مي كبيرة حسب يعني اللي عنكن انتو الموجود عنكن انا حطيت عليه انا بس للميسال حطيت هاي التقلي راح حط انا حطيت أنينة مي كبيرة او تنجرة مي مهم تكون قدر الامكان في عليه ضغط لازم نعيف البنجان بالمصفية لمدة يومين حتى تنشف ميته تماما وطبعا كل يوم نكشف عليه ومنطلع عليه ومنقلبه منرجع منتقله منحط عليه التقليه بعد ما كبست البنجان لمدة يومين بفتحه بصينية وبحطه على الهواء اللي ينشف من المي تماما بعد مرحلة التنشيف راح أحشي المكدوس عندي هون تقريبا نصف كيلو دبس فلافلة وربع كيلو جوز ومعلقة التوم كبيرة حسب الرغبة يلي بحب التوم كتير او قليل هلا راح بلش حشي الحشوة حسب الرغبة طبعا كمان يلي بحب حشوته كتير يكتر يلي ما بحب على زوقه متل ما اللي كون شايفين أنا هون بدي أحشي المكدوس كله وأحطه بالمطربان بعد ما طبقت المكدوس بالمطربان هلا بدي أغمره بالزيت أنا هون استخدمت زيت زيت هون فيه ناس بحطه زيت نباتي كمان حسب الرغبة ومستوى الزيت لازم يكون فوق المكدوس بإصبعه أو واحد سانتيم مشان ما يقطم معنا المكدوس وبنفس الوقت لازم يكون فيه فراغ بالمطربان ما يكون معبه كتير لتمه مشان ما يفور معنا وبقي المكدوس بحطه بالفريزر كل ما بدي برجع بكرر ناس العملية بنشفو على الهواء برجع بحطه بالمصفي وبحط عليه تقلي برجع بحطه بالمصفي وبحط عليه تقلي وبحط عليه تقلي وبنرجع من كبسه بالمطربان وبنفس الطريقة اللي عملناها وبنحطه لمدة اسبوع وهيك بيظل تازة وكتير طيب واتمنى ليكون الفيديو نال اعجابكن واذا لسه ما شتركتوا بالقناة بتمنى تشتركوا بالقناة مع تفعيل الجرس لتصلكون اخر فيديوهاتي ونشوفكن ان شاء الله بفيديو جديد واهلة وسهلة فيكن